بسم الله الرحمن الرحيم لأنه بعد الثورة السورية صار فيه عندنا كتير من التغييرات اللي حصلت للمخيمات وسواء المخيمات الفلسطينية في سوريا صار فيه نزوح من سوريا للبنان لبعض الفلسطينيين وصار فيه طبعا حصار زي محصار مخيم اليرموك فلأنه هاي الأشياء البينات هاي والمعلومات هاي بتتجدد يوميا ما رح نقدر نتكلم عنها رح نتكلم عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي سوريا بشكل عام القوانين أو الأمور اللي بتحصل لهم وظروفهم بشكل عام قبل الأحداث السورية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم عددهم بتراوح بين 10 ألاف و 140 ألف هذا بعد نكبة عام 1948 يعني من أصل 950 ألف لاجئ فلسطيني غادروا فلسطين في عام 1948 وصل إلى لبنان ما بين 10 ألاف و 140 ألف و ممكن يصل في بين عام 1950 لعام 1951 برضو وصل وصل عددهم ل 127 ألف هاي التقديرات قدرتها الأنروا بعدد 140 ألف فلسطيني مجموعهم كلهم تراجع عن جزء منها و مرة تاني عدد تقديرها ووصل عددهم لحوالي 30 ألف نسمة فلذلك هناك اختلاف في موضوع كم عدد اللاجئين الفلسطينيين وذلك من بداية اللجوء الفلسطيني إلى لبنان عام 1948 وحتى اليوم في لبنان يوجد طائفية ويوجد توازنات سياسية معقدة لذلك ظل الشكل الحديثي اللي أنشأت عليه أنه يوجد طوائف رئيسية من المسلمين اللي هم السنة والشيعة والدروز ومن المسيحية يقال عنها موارنة وكاثوليك وارثوذوكس لذلك في لبنان يوجد 11 طائفة مسيحية وخمس طائف مسلمة فهذا النسيج في لبنان معقد وإلهم عكاسات على التوازنات السياسية اللي بتحدث على الساحة اللبنانية وبالتالي إلهم عكاسات على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يوجد أكثر من 450 ألف لاجئ مسجل حسب إحصائيات الأنروا في عام 2011 53% منهم بيقيموا في 12 مخيم رسمي والباقي بيقيموا في التجمعات والمدن والمناطق بمثل حوالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كلهم بمثل حوالي 12% من سكان لبنان يوجد أكثر من 53 ألف لاجئ غير مسجل في لوائح الأنروا مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه من بداية اللجوء الفلسطيني إلى لبنان كان في عنا يعني الحسابات مرة انسحبت وانتناقص عددها فما كان العدد واضح منذ البداية ويوجد حوالي 4000 لاجئ من فاقدي الأوراق الثبوتية هذول بيكونوا انتقلوا من منطقة إلى منطقة فبعد اللجوءهم فالأوراق الثبوتية تبعتهم اللي كانت وضعت لهم أن هذول اللاجئين وأستمعهم وهاي الأمور كلها فقدوها وبطلوا قادرة أن يثبتوا أنفسهم أمام الدول لاجئين الفلسطينيين في لبنان عندهم بعض مجموعة من المشاكل من مشاكلهم أنه في تسرب مدرسي بنسبة 18% وهذا الموضوع أقامته الأنروا أو ناتج عن بحث قامت في الأنروا خلال العشر سنوات الماضية تبين أنه فيه 12 ألف طالب متسرب وغير معروف هما وين وين بيروحوا خلال وقت الدراسة مش معروف أو يعني هما مسجنين في المدارس لكنهم غير موجودين أين ما أحد بعرف وين بيروحوا يوجد أيضا عمالة طلاف بنسبة 6 عمالة أطفال عفوا بنسبة 6.1% ويوجد إزدحام سكاني أكثر من 320% في المخيمات يعني مخيمات عدد سكانها أكثر بكثير مما بتستحملوا هاي المخيمات أيضا نسبة البطاة للاجئين الفلسطينيين في لبنان أكثر من 60% ويوجد نسبة أمية مرتفعة تصل إلى 25.5% أيضا نسبة الفقر متدنية وأقل من الخط المتعرف عليه عالميا بنسبة 12% البنى التحتية للمخيمات الفلسطينية في لبنان غير مناسبة أبدا وأعلى نسبة مسجلين في برنامج حالات العسر الشديد يعني الفقر الشديد في الأنروا وصلت إلى 550.469 لاجئ لا يوجد لديهم حقوق مدنية لا يوجد لديهم حقوق اجتماعية بميزوهم تميز مزدوج مصنفين كأجانب ما بيعتبروهم لاجئين بيعتبروهم أجانب لكن حقوقهم ما بياخدوا نفس حقوق الأجانب يعني إذا يجاء مثلا شخص يحمل أي جنسية إلى لبنان في التعامل في الضرائب في هاي الأمور الفلسطيني مثله لكن الحق اللي بياخده هذا الشخص الغير لبناني وغير فلسطيني طبعا في لبنان هذا ما بياخده أيضا الفلسطيني هذا قاله وزير الإعلام اللبناني الأسبق دكتور طارق متري هذا أحد التجمعات في شمال لبنان وهذا تجمع العودة للاجئين المقرب عفوا قريب من مخيم عين الحلوة في لبنان عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بتراوح ما بين 260 ألف و 280 ألف نصف سكان اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات أقل من سن 25 سنة عدد الأفراد الأسرة ما بين 4 إلى 5 53% من اللاجئين هم من النساء المعدل العمري متوسط عمر الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان حوالي 30 سنة ثلثة الفلسطينيين بيقيموا داخل المخيمات ثلثة الفلسطينيين بيقيموا في التجمعات خاصة محيط التجمعات القريبة من المخيمات نصف الفلسطينيين اللاجئين إلى لبنان بيقيموا في جنوب لبنان في مدينتي صور وصيدة خمسة الفلسطينيين بيقيموا في بيروت وخمسة هم الآخر في الشمال 4% من الفلسطينيين بيقيموا في البقاع في شرق لبنان هاي المشكلة الأولى لهم وعفوا هاي المعلومات الديمغرافية للاجئين الفلسطينيين في لبنان معدلات الفقر 6.6% من الفلسطينيين بعانوا من الفقر الشديد أي أنهم عاجزين عن تلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء مقابل 6.6% فلسطينيين في أوساط اللبنانيين 1.7% اللاجئين الفلسطينيين 66.4% منهم فقراء أي أنهم عاجزين عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية بقابلهم 35% في أوساط اللبنانيين الفقر أعلى في أوساط اللاجئين المقيمين في المخيمات منه في أوساط اللاجئين المقيمين في التجمعات 81% من اللاجئين اللي بعانوا الفقر الشديد اللي يعيشوا في صيدة وفي صور ثلث الفقراء من اللاجئين في منطقة صور جنوب لبنان بالنسبة للعمل 56% من الفلسطينيين عاطلين عن العمل و38% من السكان في سن العمل بيعملوا ثلث الفلسطينيين أو ثلثين الفلسطينيين بيعملوا في وظائف بسيطة مثل بائعين متجولين عمال بناء وزارعين وهدل طبعاً الفقراء العمل بيأثر من حوش محدود جداً على التخفيف من الفقر لكنه بيأثر كثيراً على تخفيف الفقر الشديد بالنسبة للتعليم نصف الشباب اللي في المرحلة الثانوية الدراسية بين 16 و 18 سنة نذهب إلى المدرسة أو إلى معاهد التدريب المدني المهن يعفون المعدلات المرتفعة من التسرب المدرسي والمهارات غير كافية فضلاً عن قيود ملحوظة على سوق العمل كثير في قيود لتوظيف الفلسطينيين في لبنان بتعوق قدرت له هذا الشيء بعيق اللاجئ الفلسطيني على إيجاد عمل مناسب إله التحصيل العلمي أي شاب فلسطيني أو فتاة فلسطينية معها شهادة علمية نعم شهادة علمية هذا بعد مؤشر جيد للأسرة بيأثر هذا جداً على الوضع الاقتصادي وعلى الأمن الغذائي لها برفع جداً من الوضع الاقتصادي لهذه الأسرة التحصيل العلمي لرب الأسرة غالباً بيكون أكثر من الابتدائي فبتراجع معدل الفقر إلى ستين ونص وبتراجع معدل الفقر الشديد إلى النص أما 80% من اللاجئين الفلسطينيين اللي هم في سن الذهاب إلى المدرسة بين سبعة وخمستاشر سنة لم يرتادوا أي مدرسة في عام 2010 عفواً 8% مش 80% وستة بالمية من الفلسطينيين بيحملوا شهادة جامعية فقط ستة بالمية مقابل عشرين بالمية لللبنانيين بالنسبة للأمن الغذائي 15% من الفلسطينيين بيعانوا فقدان حاد للأمن الغذائي وبيحتاجوا لمساعدة غذائية ملحة 63% بيعانوا فقدان الأمن الغذائي إلى حد ما وأكثر من ربع الأسر لا يجب لها يتناولوا كميات مناسبة من الفاكهة والخضار واللحوم ومنتجات الحليب لا يحصل ثلث الفلسطينيين على مطلبات الغذاء الأساسية وبين الفلسطينيين تنتشر عادات غذائية غير صحيحة 57% منهم بتناول الحلويات غالباً 68% بتناول مشروبات المحلة على نحو متكرر فهذا بزيد الإصابة لأمراض مزمنة بالنسبة للساكن وظروف العيش كل هذه مشاكل موجودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان 66% من المساكن بتعاني مشاكل الرطوبة والنش وهذا ينجب عنه أمراض النفسية وأمراض مزمنة معظم المساكن السيئة موجودة في جنوب لبنان 8% من الأسر تعيش في مساكن سقفها أو جدرانها مصنوعة من الزنكو والخشب أو الإترانيين 8% من الأسر تعيش في مساكن مقتضة أي أكثر من ثلاث أشخاص من غرفة واحدة بالنسبة للصحة ثلث سكان اللاجئين الفلسطينيين بعانوا من أمراض مزمنة كل الأسر اللي بتضم في أفرادها مصاب بإعاقة بتعيش بفقر شديد 21% من الذين شملهم من مسح قالوا إنهم دعانوا من الإنيار العصبي أو القلق والكآبة نتيجة لكل المشاكل السابقة التي ذكرناها و95% من الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي لأنه روا بتأمن رعاية صحية أولية وثانوية للفلسطينيين مجانة لكن مش تأمين شامل أي إصابة مرض مستعصي بدفع بالأسرة إلى الفقر لأنها مضطرة أنها تعالج المريض على حسابها الخاص في أحد المخيمات يدعى مخيم نهر البارد حصرت فيه أزمة إنه بدأت في معركة وهذه المعركة كانت بين تنظيم فتح الإسلام وبين الجيش اللبناني الحر وهذا فيه 295007 هذه المعركة أدت إلى تدمير المخيم القديم تدمير كامل وتدمير جزئي للمخيم الجديد كان فيه جزئين للمخيم إيش منه قديم وإيش منه جديد القديم تدمر بشكل كامل والجديد تدمر بشكل جزئي اتهجر نتيجة ذلك أكثر من تبني وتأتيت الفلاج الفلسطيني إلى مختلف المناطق اللبنانية والخارج يعني صار فيه عندنا هجرة ثانية أدت هاي المعارك إلى سقوط 48 مدني فلسطيني من أبناء المخيم وجرح العشرات وسقوط 163 عنصر من الجيش اللبناني وعدد آخر من الجرحة ومقتل 222 من فتح الإسلام وتوقيف 222 عنصر حساب المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع اللبناني في ذلك الوقت بعد انتهاء هاي الأعمال القتالية عاد للمخيم الجديد اللي أصبح يعرف باسم البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد أقل من 10% من اللاجئين المهجرين خرج من أكثر من 23000 لاجئ فلسطيني عاد منهم أقل من 10% حسب إحصائيات اللجنة الشعبية للمخيم في استطلاع أجرة منظمة ثابت بين 93 نيسان عام 2009 أنه كان سؤال هل توفير الحقوق المدنية والاجتماعية بساهم في توطين اللاجئين ونسيان حق العودة فكانت إجابة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اللي كان عندهم وعي بأهمية حق العودة أنه 87.6 برفضوا هاي المعادلة وأنه توفير الحق الحقوق المدنية والاجتماعية لا يساهم في توطين اللاجئين ولا ينسي حق العودة لهم السؤال الثاني كان هل تؤمن بإمكانية تحقيق العودة إلى فلسطين؟ 89% منهم أجابوا بأنهم يريدون العودة إلى فلسطين ولو بعد حين عدد المراكز الصحية المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين هي 28 مركز لإقامتها الأنروة وعدد زيارات المرضى الثانوية 320207 زيارات عدد موظفي الصحة 357 في التقديرات حسب التقديرات مدة فحص الطبيب للنوريدة الواحد لا تتجاوز ثلاثة دقائق عدد المخيمات للاجئين الفلسطينيين 12 مخيف معترف فيها من قبل الدولة اللبنانية والأنروة 58 تجمع معترف فيها ديمغرافيا فقط 13 13 من الثانية وخمسين فقط معترف فيها هؤلاء تشكلوا في عامي الـ 74 والـ 76 كل مخيم من قسم إلى حارات وأحياء هذه الأحياء مسمى والحارات أيضا مطلق عليها أسماء بأسماء القرى والمدر الفلسطينية مثل طيطبا صفوري الصفصاف نحاف والدامون وغيرها أيضا في جمعيات القرى والمضافات في معظم المخيمات والتجمعات منتشرة عدد المدارس 69 مدرسة بما فيها 6 مدارس ثانوية فقط مركزين للتدريب المهني واحد في منطقة سبلين والآخر في شمال لبنان وقيم بعد أحداث مخيم نهر الأولي بارد طبعا المدارس والمراكز كلها هاي تحت إشراف الأنروة عدد الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية 31753 نسبة الإلاث للذكور 53.3% ما هي علاقة اللاجئين الفلسطينيين مع الدولة اللبنانية؟ ما في دستور ما في نظام بضوط العلاقة بين اللبنان واللاجئين يعني لذلك ما حدا بقدر يحكي أن هذا مسموح للاجئ الفلسطيني أو هذا غير مسموح لأنه أصلا ما في نظام وقت ما بدهم بسمح الإشي الدولة اللبنانية وقت ما بدهم تسمح هذا الشيء معين وقت ما بدهم تمنعه لكن هناك قبضة أمنية شديدة على المخيمات يعني ممنوع ما تخط التليفون إلا بعد إذن من الأمن ممنوع أنه شخص ينتقل من منطقة لمنطقة أو من مخيم لمخيم أو بده يترك المخيم وينتقل لمنطقة أخرى إلا بعد إذن أمني كل شيء في المخيم هو تحت حكم الأمن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان محرومين من الحقوق المدنية محرومين من الحقوق الاجتماعية البناء والترميم مقيد جدا يجب لازم في موافقة أمنية التمديدات لهذه الأرضية مثل ما قلنا ممنوعة في المخيمات أصلا يوجد على حولين المخيمات أسلاك شائكة وسواتر إسمنتية وترابية على مداخل معظم المخيمات يوجد نقاط تفتيش عسكرية أيضا حركة الدخول والخروج من وإلى المخيم من خلال مدخل واحد فقط ما في أكثر من مدخل في 2001 صادق مجلس النواب اللبناني على قانون تملك الأجانب بقضي بحرمان اللاجئ الفلسطيني ما تتملك ولا وشقة اللاجئ الفلسطيني ما بستطيع أنه يتملك ولا شيء في لبنان مع ذلك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بتحدوا هذه الظروف كلها وبمارسوا أنشطة هاي الأنشطة بتحافظ على الهوية الفلسطينية من هاي الأنشطة الحملة مشهورة وانعرفة وانتشرت على الإنترنت كتير هي الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية حملة انتماء هاي الانتماء حملة شعبية تحت رعاية مؤسسات وليجان فلسطينية وظيفتها أنها تعزز الشعور الوطني وهي عبارة عن حالة رمزية بتحمل في ضياتها معنى الشعور بالمسؤولية تجاه قضية الفلسطينية وبترفع شعار الانتماء للأرض الفلسطينية وبتأدكد على الحق الثابت بالعودة واللي بتمثل القناعة الشعبية بحتميتها الوسائل اللي بيستخدموها برفع العلم الفلسطيني طوال شهر أيار ارتداء اللباس التراث الفلسطيني وأي رمزيات الفلسطيني مثل الكوفية والوشاح الفلسطيني نشر الملصقات والمواد الدعائية والتراثية الفلسطينية في الأماكن العامة كتاب للمقالات والتقارير الصحفية ونشر في الوسائل الإعلامية اطلاق صفحات إلكترونية لنشر الفكرة على الإنترنت نظيم الحملات الإعلامية والثقافية في أوسط اللاجئين الفلسطينيين والمشاركة في مسيرات واعتصامات في ذكرى النكمة